احنا كنا بنشوف في المسلسل انه حضرتك كنت طول الوقت بتتناقش مع مانسي على الاحداث العامة والقضايا العامة في 2013 ايام الاخوان وحكم الاخوان وقضايا الغاز ويعني احكينا على المناقشات دي يعني حتى كده باختصار يعني حقيقتها ايه يعني هو مانسي ما كانش ظهبط اعتيادي وده مجال تمييزه اه فعلا شخصي سنائية يعني مجال تمييزه كان في ايه ان هو مش بيذاكر علوم عسكرية وعلوم حربية ويطبق الكلام ده على الارض مانسي كان بيقرأ يعني بيقرأ في كل حاجة اقتصاد سياسة علوم عسكرية علوم سياسية احداث متتالية يعني ما كانش دراع ولا عين هو كان فكر ولا سلاح بس يعني ده اللي قصده يعني بيحارب بالفكر اه طبعا بيحارب بالفكر مش بس كبيحارب الارهاب لا هو بيحدد عدائياته من الاحداث العالمية اللي بتحصل اي فكان بيذاكر كل حاجة يعني مثلا موضوع الغازة الطبيعي ده هوت احنا انا كنت بعت له تقريب عن الغازة الطبيعي فعلا بنتكلم فيه على ما كانش لسه بقى ظهر غاز شرق البحر متوسط كان لسه استكشافات اولية وكنا بنحدد منها ايه اللي ممكن تتعرض لمصر من عدائيات وبالتالي هو هيقدر يحدد العدائيات بتاعته جاي منين لان مدرسة الارهاب اللي جاي من الشرق غير مدرسة الارهاب اللي جاي من الغرب غير مدرسة الارهاب اللي جاي من الجنوب كل واحد اللي هو تكتيك في الشهر اي فهو كان بيذاكر الكلام ده علشان يعرف الاحتماليات حتيجي من الغرب ولا من الشرق ومتواقع هتجل ميه؟ بالزبط عشان يحط خطة بناء على وده شوف نيه برده بالزبط عشان كنا هو بيقوله بالزباط بيقولهم لازم تقروا بره عشان تعرفوا إيه اللي بيواجهكوا جوا صح دي حاجة كانت عند منسي الحاجة التانية يعني منسي ارتباطه بقصة سيدنا خالد بن الوليد ارتباطه بسيدنا خالد بن الوليد كان ارتباط عميق جدا احنا كنا نعرف نزاكر غزوات سيدنا خالد لان ده القائد العسكري الوحيد الذي لم يهزم حتى لما حارب امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيقرأ التاريخ الحاضر والقديم لان احنا عندنا مبدأ حضرتك اللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل انا لو معرفتش الاحداث التاريخية اللي حصلت ايو انا مش حاضر استنبط الاحداث المستقبلية اللي جاية وبالتالي مش حاضر استنبط عدائياتي شكلها عامل ازاي ايو فهو ده كان مجال تميزه يعني ده اكتر حاجات كنا بنكلم فيها لما نكون مع بعض